كان للشرف يوم أمس أن قدمت مشروع عن ماما مجلس الوزراء يقضي بإنشاء صندوق وطني للتأمين التضامني في مجال الصحة ولماذا إنشاء هذا الصندوق لأنه حالة لأنه ربما يجذر التذكير بأن ذلي نقال له التأمين الصحي الشامل معناها لكافة المواطنين أعلنوا التزام بانتزامات رئيس الجمهورية ببرنامج الانتخابي ثم أيضا هو التزام البلادنا في إطار أهداف التنمية مستدامة ولأنه التزام دولي ولأنه التزام الرئيس الجمهورية أيضا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوفائي لذلك الالتزام نختار نقول لكم لما لا يقول لحد علمنا مكيننا نبدأنا ورك في التنفيذ التزام الرئيس الجمهورية لأن نذكركم بلن الرئيس الجمهورية فات عطى التعليمات وبدأت الإجراءات لتأمين ستمية وعشرين ألف فرد ومئة ألف أسرة متعفيفة تكميلا لذلك إذن الوضعية شن هي الآن في حالة التأمين 15% من سكان موريتاني مؤمنين عن طريق صندوق الوطني للتأمين الصحي كنام وهو تأمين بالمساهمة وإن شئتم تأمين إجباري لأن الموظفين وأصحاب العقود الدائمة يسوا في القطاع العام والشبه العام والقطاع الخصوصي يقتطعوا منهم عند الأصل في لا سرس مساهمة في صندوق التأمين الصحي بمقابل هيعود مؤمنين صحيا وعنهم الولوج لذلك باقة الخدمات الصحية والتأمينية اللي يقدم صندوق الوطني التضامن الصحي في أخرى هاي اللي في أولى 15% في أذانية هي إن شئتم صندوق عبر التأمين الخيري في الدولة عن طريق تآزر وبتعليمات مبقامة رئيس الجمهورية تحملت المساهمة في صندوق التأمين الصحي عن الناس اللي فقراء ومحاويش وذوي داخلين من خفض وفي إطارها على الأقل مئة ألف أسرة منهم وحملت اللي هي ستمية وعشرين ألف فرد إذن هاي 15% من المحاويش من السكان من المحاويش 15% من السكان البلد من المحاويش و15% من الذين يساهمون عبر رواتبهم في صندوق التأمين الصحي بقاة 70% من المواطنين ينبضي التفكير في الطريقة اللي قدوا يتم يعود عندهم بها خدمة التأمين الصحي في هذا يتنزل هذا البند الثاني اللي هو إن شئ تسميناه تأمين طوعي ذاك الأول قتوصه بأنه إجباري اللي هو ذاك عندك نام وذاك الثاني اللي تأذر قتوصه بأنه خيري هذا اللي سميناه إنصاف صندوق إنصاف ينصف هذه الفئة بعد أن تم تأمين الذين عندهم حقود ذابتة وتأمين الجزء كبير من الذين لا دخل لهم من الإنصاف أن نفكر أيضاً في تأمين الطبقة العريضة الأخرى اللي هي 70% اللي هو القطاع وغيره المصنف واللي فيه 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 التجار ملاك رؤوس الأموال وفيه العاديون اللي دخولهم اللي محدودة وفيه الباعة والمتجولون والمنمون والمزارعون والحرفيون فيه كل هؤلاء لا يفتح لهم هذا الصندوق اللي هو صندوق التأمين الصحي التضامني واللي من مقتضاه لا يعود رقاج يدفع هو جزء من المساهمة وتدفع عنه الدولة جزء أكبر من اللي يدفع هو لياك يعود يليجو إلى الخدمات الصحية ذاك المبلغ صلى الله يدفع المؤمن والله تدفع عنه الدولة لا يحدد من بعد ذلك من بعد هذا ما هو من مجال المرسوم من مجال المقررات بمقرر مشترك من وزير المالية والوزير المكله بالصحة كذلك باقة الخدمات الصحية اللي قد يوصلها عموما المستهدف بعد الآن الوحدات الصحية العمومية معناها النقاط الصحية والمستوصفات والمستشفيات يغير ذاك اللي قد يعود عنده الحق فيه من ذي الخدمات لا هي عقب مملي حده مقرر من وزير الصحة بعد مزيد التشاور مع كافة الفاعدين في المشهد نختار نقول على أن هذا أعلنه إصلاح اجتماعي كبير كبير وأعلنه بإذن الله تعالى إلي أن يتم تأسيسه على أسس قوية وسليمة أعلنه لا هيس محنة على أن نأمنه خلال فترة 2022 معناها ما بقيت نصف الثاني من 2022 إلى 24 اخمسمائة ألف فرد على الأقل من الموريتانيين وطبعا العملية متواصلة ولسارعت أكثر من الهدف على أن نأمنه أكثر من الموريتانيين مهم هو مفتوح لكل الموريتانيين كلما كانت العملية من اللاحية الإدارية منسابة وكلما كانوا مواطنون مقتنعون بذلك وكلما كانت الخدمة الصحية الذي قد من التمain الصحي جذابة كلما استطاع الولوج ولوجهاي السبعين في المية الباقية من الموريتانيين وكي تعرفوا الصحة بلا ذمن ولا تقدر تعدل يكون بالتأمين في العالم الاخر الغاني والفقير وغيره كلها لا بد دالوا من تأمين الصحي لأن الصحة غالية وفي بعض الأحيان والله في كثير من الأحيان تملك أسرة غانية لأن يمرض لها فرض واحد ترجع فقيرة لأن كل مدخراتها عند الصحة لا يدخل الإنسان وأي شيء ولذلك ما من حل لذلك إلا التأمين الصحي الشامل وكلها يعود عنده التأمين الصحي شكرا